اشتركوا في القناة ومع رام بحجم 2 جيجا بايت وبذاكرة داخلية بحجم 16 جيجا بايت وجاء مع معالج رسوميات من نوع ادرينو 306 ويستوعب كروتا ذاكرة حتى مساحة 128 جيجا بايت وقت الهاتف ثنائي شريحة ايضا وبالنسبة للكاميرا فقد جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل مع خاصية التركيز الاوتوماتيكي ومع فلاش لد وبدقة تصوير فيديو فول اتش دي اما الكاميرا الامامية فقد جاءت بدقة 8 ميجابيكسل وبالنسبة للبطارية فقد جاءت بسعة 2300 ميلي امبير وقد جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع اندرويد مارشميلو 6.0 وبالحديث عن التصميم فقد جاء الهاتف باطار معدني وظهر زجاجي من نوع غلاس فايبر بطول 142.6 ميلي متر وبعرض 71.8 ميلي متر وبسماكة 7.1 ميلي متر وقد جاء بوزن خفيف 120 جرام وجاءت الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 4.93 بوصة وبدقة HD وبكثافة 298 نقطة في البوصة وزجاج الشاشة من نوع غلاس فايبر ايضا وقد جاء الهاتف مع شاشة اضافية بحجم 1.6 انش في اعلى الهاتف لعرض التنبيهات والوصول السريع لتطبيقات الاكثر استخداما وتمكن المستخدم من تشغيل موسيقى والواي فاي والفلاش والبلوتوث مما يريح المستخدم ويقلل استهلاك البطارية متوفر الان لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة LG ترجمة نانسي قنقر